مع أن قضية سلامة الأغذية ليست بحاجة إلى كثير من التبهير لكننا أخذنا بعض عينات البهارات لفحصها في المختبر والعينات هي حامض الليمون بهار سمك وبهارات فهيتة من شركة عون الحامض الليمون نضيف فيه لأنه اللي لم يلاقي فيه بكتيريا يعيش فيه بهار السمك والبهار الفهيتة غير صالحين فيه أكثر شيء بكتيريا لهوائية وفيه خمائر وفطريات أعلى من المعدة وعينات سبع بهارات وكمون مطحون من شركة جاردانيا جراندور هيدوه طرعا فيه بكتيريا لهوائية وفيه الكوليفور هيدوه بيجو كمانا جمالا بيجو كمانا من قلت النظافة هني عم بيصنعون هني عم بيطحنون والشامبينيون العالي هون فيه عنه فطريات وخمائر كتير عالية هيدوه أكثر شيء بتجي من طريقة التخزين بتكون محترح منه مخزن رطوبة فيها عالية ما فيها كتير تهوية أو شيء وعقدي صفرة من شركة بيبكو العقدي صفرة كمانا الأحياء المجهرية يعني البكتيري أيروبيك عالية والفطريات عالية يعني أنا بشوف بس كون شامبينيون عالي معقولي يكون في خطر الأفلاتوكسين لأنه هو سموما بيفرزها الشامبينيون هيدا بيفوت على الجسم ما بيعد يطلع إذا كانت كمية كتير عالية بالنسبة للأحياء المجهرية يعني البكتيري أيروبيك والكوليفور إذا على الحرارة بتموت بس يستحسن ما تكون أعلى من النسبة يعني أنا هيك عينات تعتبر غير صالحة وبعد عرض النتائج اتصلنا بإدارة الشركات لإعطائهم حق الرد أنا هلأ عم سجل معك لحتى أعطيك حق الرد بالموضوع أنه شو بنا نعمل يعني الضعج جاي من بره يعني في أصناف نستوردونه أصناف بيجوا من السوق المحلي نحن بيصدد إنشاء معمل خاص تحت للتعييم تبع الموضوع عنا مكانات تشيل رطوبي وتخزين معمل جديد يعني ما عنا مطرح في رطوبي ما فينا نلغي الموضوع لأنه شغلي مانا مقصودة وشو مانا نحلها الخبريين أنا عم سجل معك لحتى أعطيك حق الرد عنا مشاكل مع مختبر فنار لأنه صار كتير الأغلاق بهالمختبر عندهم عم بيطلع أغلاق بالمختبرات أنا ماني عم بيجي أنا أرمي كلام بالهوى نحنا ما عملنا حق زي عشيات الأيزو 22 ألف أنا بطلب إعادة الفحص بمركز معهد بحوث صنوعية لكننا لم نتمكن من التواصل مع شركة بيبكو شكرا شكرا